منذ بيدي الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا قدمت السويد أكثر من 15 حزمة مساعدات عسكرية لكييف حملت قذائف مدفعية ومدافع وأنظمة صواريخ مضادة للطائرات وصواريخ مضادة للدبابات وزوارق غتالية وغيرها من الأسلحة والآن ستتمكن أوكرانيا من استخدام الأسلحة السويدية لضرب الأراضي الروسية وفقاً لوزير دفاع البلاد الذي أكد بأنه يتعين على الحكومة السويدية أن تدافع عن هذا الموقف أمام الدول الغربية الأخرى وليس فقط خلف الأبواب المغلقة بل وأيضاً بشكل علني تتعرض أوكرانيا لحرب عدوانية غير مبررة وغير قانونية من جانب روسيا ووفقاً للقانون الدولي يحق لأوكرانيا الدفاع عن نفسها من خلال العمل العسكري الموجه إلى إراضي العدو إذا كان يتوافق مع قوانين الحرب وتدعم السويد القانون الدولي وحق أوكرانيا في الدفاع عن نفس وعرب جونسون عن موقف بلاده بعد أن دعا الأمين العام لحلف شمال أطلسي إلى إعادة النظر في الحظر المفروض على أوكرانيا بتوجيه ضربات إلى أهداف عسكرية داخل روسيا وشدد السلتنبرغ على أن هذا هو تنفيذ لحق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ووفقاً له في الظروف التي يمتد فيها خط المواجهة بالقرب من الحدود كما هو الحال حالياً في خاركيف فإن حضر مهاجمة القوات الروسية على أراضيها يقلل قدرات القوات الأوكرانية القتالية لقد حان الوقت لكي يفكر الحلفاء في رفع بعض القيود التي فرضوها على استخدام الأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا لأنه الآن وخاصة الآن في ظل القتال العنيف في خاركيف بالقرب من الحدود فإن منع أوكرانيا من استخدام هذه الأسلحة ضد أهداف عسكرية مشروعة داخل روسيا يجعل الدفاع عن النفس أمراً بالغة الصعوبة وفي وقت سابق قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن أوكرانيا لديها الحق في مهاجمة روسيا بالأسلحة البريطانية وحصلت كييف أيضاً على إذن مماثل بضرب روسيا من لاتفيا ولكن هذه القضية لا تزال قيد المنقشة في عدد من الدول الأوروبية حيث رفض البعض اقتراح ستولتنبرغ لا أعرف لماذا يقول ستولتنبرغ شيئاً كهذا أنا أعتقد أننا بحاجة لا توخي الحذر يجب أن يكون حلف شمال أطلسي صارماً دون أدنى شاك ولكنني أوصي بتوخي الحذر هناك قواعد واضحة لتوريد الأسلحة الألمانية تم الاتفاق عليها مع أوكرانيا سابقاً على الأقل هذا هو موقفي السبب الرئيسي للحذر هو رغبة القادة الغربيين في تجنب التصعيد من جانب روسيا خاصة في إطار تهديدات باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية حسب ما كتبت صحيفة The Economist ولكن وزيرة الخارجية الأوكراني متأكد من أن هذا الابتزاز من جانب موسكو لا أساس له من الصحة ليس هناك وقت للتفكير من الواضح تماماً ما يجب القيام به تزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت إضافية وغيرها من أنظمة الدفاع الجوي الحديثة ودعم الضربات ضد أهداف عسكرية داخل روسيا يتمتع العالم الحر بإمكانية اقتصادية وعسكرية أكبر بكثير من أعدائه وفي حين أنه لا يزال هناك من يتساءل في الغرب عن كيفية رد فعل موسكو على الضربات الأوكرانية على أهداف عسكرية روسية فإن بوتين ببساطة يضرب حيث يريد وكيف ما يريد وقد ترفض الولايات المتحدة أيضاً الحضر المفروض على استخدام أسلحتها داخل الأراضي الروسية وخلال زيارته إلى كييف في منتصف شهر مايو الحالي قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأن أوكرانيا يجب أن تقرر كيفية استخدام الأسلحة الأمريكية وبعد بضعة أيام أيد بعض آضاء مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الموقف أعداد وفلير أونيكو بليفا لقناة UTV عربية ترجمة نانسي قنقر